السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح ولعمل الجاد فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء وحل الأمن والاستقرار في المنطقة ينهر بيض لسه منتكلم ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هذا نصر كبير رسالة الرئيس الآن انتصار كبير جدا انتصار للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة ما بقتش النهاردة أنت في حاجة إلى مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جود التنمية والبناء وإنني إذ أعلن هذا القرار أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لو لهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار ومعا نمضي بسبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر الله أكبر أنا بقول لك هو أنا بهدف على الهوى الله أكبر بأن سنوات طويلة حالة طوارئ حالة طوارئ الرئيس قرر إلغاء مد حالة الطوارئ في كل أنجئ الحق الجمهورية بالمناسبة لسه بنتكلم على الأمن أي هو ده الأمن رسالة الرئيس الآن قرار الرئيس الآن القرار مهم جدا بلدنا النهاردة مفيش طوارئ مفيش مد لحالة الطوارئ كنا كل شوية نروح مجلس النواب مدنا ثلاث شهور مدنا ست شهور الرئيس الآن قرر إلغاء مد حالة الطوارئ في كل أنحاء الجمهورية الرسالة اللي جايلكم من رئيس الجمهورية الآن وإحنا لسه نتكلم على الاحتفالي النهاردة هي رسالة الأمن في مصر دي رسالة بالمناسبة الدولة الوحيدة الآن اللي ما عندهاش حالة الطوارئ كبيرة عندها حالة طوارئ تاني بقول عندها حالة طوارئ تستخدم قوانين الطوارئ دول كبيرة جدا مصر النهاردة ليس لديها مد حالة الطوارئ مرة أخرى الرئيس قرر الرسالة إيه من هذا القرار القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري هم اللي أدوا لهذا القرار هم اللي وصلوا رئيس الجمهورية لأنه اللي عنده رئيس الجمهورية دلوقتي إيه البلد آمنة البلد مستقرة لا يخوف أبداً لا عودة للوراء لا إرهاب يعني حتى لو ما عندناش ما يقلق المصريين ولا يقلق ضيوف مصر من أهم القرارات كل التحيل السيد الرئيس عفتاح السيسي لأنه هو كمان رسالة رسالة لنا ورسالة للعالم الرئيس يم بياخد هذا القرار بياخده بناء على إيه حضراتكو بناء على تقارير المعلومات المخابرات العامة بتقوله إيه؟ المخابرات الحربية بتقوله القيادة العامة القوات المسلحة بتقوله وزارة الداخلية والأمن الوطن بيقوله إيه؟ وبناء عليه ياخد رئيس الجمهورية زيق قرارات هذا القرار لما يقولوله سيد الرئيس كله تمام لأنه رئيس الجمهورية ياخد هذا القرار بناء على معلومات بناء على الجهات المعنية قوات المسلحة مع الشرطة مع المخابرات كل الجهات تقول لسيد الرئيس أيوة الوضع الآن في مصر آمن ولا حاجة لمدة حالة الطوارئ تاني ولا حاجة لمدة حالة الطوارئ ورئيس الجمهورية يمتعرض على هذه القرار ياخد القرار في التوقيت اللي خده دلوقتي يعني تاني ممكن القرار دي من فترة ترفع تقارير للرئيس الجمهورية ولكن يرى التوقيت المناسب أنه يأخذ هذا القرار المهم الموضوع ده القرار ده موضوع تاني احنا طبعا في ناس دايما كان يقول لك وبنعمل لا حالة الطوارئ وقانون الطوارئ لا يطبق إلا على فئات معينة ما كانش يطبق انت حسيت بي حضرتك حسيت بي قانون الطوارئ مين اللي يحس بقانون الطوارئ الارهابي بتوع المخدرات الناس برتكبوا جراء الخطرين على الأمن العام فدول يحس بالطوارئ لكن كمواطن طبيعي هيقرب لك إيه قانون الطوارئ هيقبض عليك ليه لو أنت مواطن طبيعي ما عندكش أي جرائم ولا خطر ولا تشكل خطر على الأمن القوم للبلاد حدش يقرب لك وجايز ما تسمعش عنه وغير لما يروح لمجلس النواب وقول لك مد حالة الطوارئ كذا ما تسمعش عنه تسمع عنه إمتى لما نقول قرار رئيس الجمهورية الآن بس قرار رئيس الجمهورية هو قرار إيجابي في صالح الشعب بالمناسبة في صالح للسسمار في صالح السياحة في صالح نظرة كتير قوي كتير اللي كان بعض الناس لا ما عندكش ما يخوف النهاردة بلدنا النهاردة سيادة الرئيس قال لك لا مد مرة أخر لحالة الطوارئ من أهم القرارات اللي صدرت يعني خلال فترات الماضية والعالم وزي ما بقول كده هذه هي الجمهورية الجديدة تدخل الجمهورية الجديدة بدون طوارئ ده حضرتك العنوان مصر تدخل الجمهورية الجديدة سيادة الرئيس تحدث عنها قبل عدة شهور اليوم عندما تحدث عن حياة كريمة في السادق قاهرة وقال الجمهورية الجديدة النهاردة الرئيس يعني الكلام اللي قاله قبل شهرين ونص تقريبا أو ثلاث شهور منتجه إلى الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة الآن تدخل إليها بدون طوارئ بدون حالة طوارئ دي الجمهورية الجديدة كلنا راحنها من غير طوارئ إذن هناك تحول في الدولة المصرية موسيقى